اشتركوا في القناة البلديات والزراعة بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمهندسة لم ياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية وعدد من مسؤولي الوزارة بهذه المناسبة قال المبارك ان التجربة البلدية في مملكة البحرين تجربة ثرية تمتد في تاريخها الى عشرينيات القرن الماضي وقد تطورت خلال الاعوام الماضية بفضل الدعم الذي تحظى به من لدن جلالة الملك المعظم وسمول العهد رئيس مجلس الوزراء اشار الى ان التراكم المعرفي والخبرات التي يحملها الكثير من الاعضاء ستجعل من الدورة البلدية السادسة مميزة وستكمل تنفيذ حزما من المشاريع والبرامج التطورية التي انعكست على تعزيز جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين شدد سعادة الوزير على ان وزارة شؤون البلدية والزراعة حريصة على تسخير كافة امكانياتها للمجالس البلدية من اجل القيام بمهامها على اكمال وجه ومن اجل استمرار مسيرة التنمية والبناء امطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية وما تمثل هذه المجالس من اهمية لدى المواطنين في ترجمة طموحاتهم وتطلعاتهم الخدمية كما نوه الانبارك لان الوزارة تعمل على تهيئة الارضية المناسبة لممارسة الاعضاء الجلد لمهامهم البلدية للدورة البلدية السادسة عبر تنظيم مجموعة متكاملة من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة في الموضوعات القانونية والاجتماعية بالاضافة الى منهجية التعامل مع المؤسسات والاجهزة الحكومية